هذه أبرز العناوين مونشيستر يونيتد الإنجليزي يحسم رسميا في مستقبل الدولي المغربي سوفيانا مرابط بعد إعارته في الموسم الماضي مدرب المنتخب العراقي يتأقص صدمة كبيرة قبل مواجهة المنتخب المغربي غدان الثلاثاء في المباراة الحاسمة لضمان بطاقة التأهل مصادر من داخل المنتخب المغربي تكشف عن جديد إصابة النجم المغربي سوفيان رحيمي وحضوض مشاركته أمام المنتخب العراقي نادي ريال باتصال إسبانية يقارر التخلي عن خدمة الدولي المغربي عبدالصمد الزازولي لصالح هذا الفريق بسبب المستوى الذي ظهر به في الموسم الماضي قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باش وصلك دائما أخبار المغرب من المرتقب أن يحسم نادي مونشيستر يونيتد الإنجليزي في أسقبل الدولي المغربي سوفيان مرابط في الأيام القليلة القادمة ووفقا لشبكة سكايسبورت الألمانية فإن مونشيستر يونيتد الإنجليزي قد يتطلع إلى التعاقد مع النجم المغربي سوفيان مرابط على سبيل الإعارة للمرة الثانية كان الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو قد أكد في السابق أن إدارة مونشيستر يونيتد الإنجليزي أبلغت إدارة نادي فيورونتينا بأنه لن يقوم بتفعيل خيار شراء النجم المغربي سوفيان مرابط بقيمة 20 مليون يورو في عقد سوفيان مرابط أوضحت المصادر ذاتها أن مونشيستر يونيتد يبقى مهتما بضم النجم المغربي سوفيان مرابط وهو مستعد لمناقشة الصفقة لكن بشروط مختلفة نظرا لأنه الدولي المغربي يؤتير أعجاب المدرب إيريك تنهاغ تلقى الجهاز الفني للمنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب رادي شانسيل خبرا سيئا عشية مواجهة المنتخب المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لدور الألعاب الأولمبي باريس 2024 غدا الثلاثاء فقد تعرض اللاعب زيد تحسين لإصابة في ساقه خلال تدريبات الفريق مما ترقل قلق الجهاز الفني بشأن مشاركته في المباراة الحاسمة أمام نظيره المنتخب المغربي وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات الطبية لللعب لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدى قدرته على المشاركة في مباراة الأسود من أجل حسم بطاقة التأهل تعتبر إصابة تحسين ضرب موجع للمنتخب العراقي خاصة وأن اللاعب يمثل أحد الركائز الأساسية في خط الدفاع ومن المتوقع أن يؤدي غياب اللاعب إلى إرباكي خطط المدرب شانشيل الذي سيضطر إلى إجراء تعديلات على تشكيلة الفريق أمام المغرب وستكون هذه الإصابة بمتابة تحدي جديد يواجه الجهاز الفني للفريق والذي يصعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأخيرة في دور المجموعة علمة المصادر المطلعة أن الطاقم الطبي للمنتخب الوطني المغربي الولمبي يقوم بمجهودات مكتفة من أجل تأهيل سوفيان رحيمي ليكون جاهزا قبل مواجهة المنتخب العراقي الحاسمة أوضحت المصادر نفسها أن المهاجم العين لإماراتي استفاد من تمارين خاصة داخل قاعة رفقة اللاعبين الذين خادوا مواجهة أوكرانيا حيث يركز الطاقم الطبي ليشبال الأطلس على تأهيل سوفيان رحيمي ليكون جاهزا لمباراة الغد التلتاء أمام نظيره المنتخب العراقي لحسب بطاقة التأهل إلى الدور الموالي وحاول إمكانيات مشاركته في مباراة الجولة التالثة والأخيرة من عدمها أكدت مصادر نفسها أن حالة اللاعب غير واضحة بشكل تام مشددا في الوقت نفسه على أن الطاقم الطبي متفائل بتأهل اللاعبين أو بتأهيل اللاعب ويكتف من جهوده لينجح في عمالية التأهل إلا إذا أعطت نتائج الفحوصات القادمة إشارات سلبية طلب سوفيان رحيمي تغيير من المدرب طريق السكتيوي ليتم ذلك في الجولة الثانية أمام المنتخب الأوكراني ليترك مكانه لزميله مهدي موهوب علما أن مهاجم العين الإماراتي هو من سجل الهدف الوحيد للعناصر الوطنية من ركلة جزاء التي صدها بنفسها رفع سوفيان رحيمي رصيده من الأهداف إلى ثلاثة أهداف أولمبياد باريس 2024 بعد تنائيا في شباك منتخب الأرجنتين في الجولة الافتتاحية ذكرت التقارير الصحفي الإعلامية بأن نادي جورينو الإسباني يرغب في التعاقد مع الدولي المغربي عبدالصمد الزازولية لعب نادي ريال بيتيس الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا أدى وكشفت داعة كاديانا سير الإسباني بأن إدارة نادي جورونة تطمح في الاستفادة من خدمات عبدالصمد الزازولي لتعزيز صفوف الفريق انطلاقا من الموسم الكروي المقبل يهتف نادي الإسباني إلى التوقيع مع اللعب المغربي عبدالصمد الزازولي من أجل تعويض رحيل البرازيلي صافيو دي أوليرفر المنطقي الحديثة إلى صفوف مونشيستر سيتي وكان برشلونة قد قام ببيع عقد الدولي المغربي عبدالصمد الزازولي لنادي ريال بيتيس خلال شهر غشة الماضي مقابل الاستفادة من 50% من المبلغ في حالة بيع اللعب مستقبلنا يذكر أن عبدالصمد الزازولي شارك حاليا مع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبي بباريس 2024 عبرت الملاكمة المغربية خليج المرضي عن رغبتها الكبيرة في تحقيق نتائج إيجابية وجيدة في دورة الألعاب الأولمبي من أجل إصعاد الشعب المغربي قالت المرضي في تصريح تلفزيوني نتمنى الخير الحظ لم يصعف في ياسمين متقي من أجل الفوز لكنها انتصرت في الجولة الثانية بعدما كانت الجولة الأولى لصالح منافستها وضفت في تصريحها قائلة القادم أفضل نتمنى التوفيق لياسمين المتقي في مسيرتي الرياضية ولا زالت وداد ولا زالت خليج المرضي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنزعاد الشعب المغربي ترجمة نانسي قنقر